الزوبعة التي أثارها خلع الفنانة حلشيح الحجاب وعودتها للتمثيل جعلتها تخرج عن صمتها وتتحدث عن قرارها في مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات التلفزيونية رغم توقعها رد الفعل فإن الهجوم والتجريح الذي تعرضت له هو ما أغضبها حسب ما صرحت به كما نفت الفنانة ما ذكرته ابنة القيادي الإخواني خيرة الشاطر عن صداقتهما مؤكدة أنها لم تلتقيها إلا مرتين في المدرسة التي يرتادها أبناؤها وعما قام به أحد الدعاء ونشره تفاصيل اتصال بينه وبين زوجها أكدت أن هذا التصرف انتهاك للخصوصية خلال الجدل الأيام الماضية ظهر حساب على تويتر صرح على لسانها بشأن أسباب خلعها الحجاب أمر نفته حلشيحة مؤكدة أنها لا تملك أي حسابات في الوقت الحالي وأنها ستوثق حسابا رسميا على إنستجرام ليكون من برها الخاص وفي خضم هذا كله لم تخفي الفنانة سعادتها برغبتها في العودة إلى الفن معتبرة إياه وسيلة مهمة لتقديم الأعمال الهادفة